أحلى هدف بقى النهاردة في المطش الهدف الرابع الهدف الرابع للنادي الأهلي الكورة من الجون ل الجون في 6-7 لمسات يعني النادي الأهلي بدأ الهجمة من عد محمد الشرناوي من ضربة المرمى قاعد تتلعب وتوصل من رجل للرجل للرجل لجوم بتحسين الشرحات اللي هو الهدف الرابع أحلى هدف وده هدف بيبين النادي الأهلي بيقدر يبني الهجمة إزاي من تحت هدف رائع بصراحة الهدف الرابع من أحلى الأهداف الكرة تلعبت من عند محمد الشناوي لغاية ما وصلت عند حسين الشحات اللي أحرز الهدف عند مرمى محمد بسام أحلى هدف في المباراة وبيبين نادي الأهلي بيلعب بشكل في تاكتك وجمل بتتعمل بشكل مميز جداً قلتلكم كمان الفترة الأخيرة وسام أبو علي حسين الشحات طهر محمد طهر أصبح صلاسي مرعب في النادي الأهلي منسجمين جداً بقى فيه تعاون ما بينهم ححفظوا بعض يعني معظم أهداف وسام أبو علي الوقت طهر اللي بيعملها له طهر محمد طهر اللي عمله الهدف النهاردة اللي هو في الشوت التالي اللي بضربة رأس الهدف التالت وسام اللي عمل لطهر الهدف بتاع الخامس وسام هو اللي عملها سرو باصف من العمق وحتى حسين الشحات أهدافه كلها ده الهدف الرابع بصوا كرة بدأت منين اللي هو الهدف اللي أنا بقول لكم أحلى هدف المطش بصوا كرة بدأت من تحت إزاي كمل مرغونا عطية راح يتناك ناحية المين أعتقد ده أكرم اتعملت لأفشة وبعدين تلعبت لوسام وسام عداها راح تلإمام إمام عملها حلوة قوي لحسين الشحات وحسين الشحات بلمسة واحدة راح حاطتها في الزاوية البعيدة أحلى هدف في المطش في حوالي 6-7 لمسات من عند محمد الشناوي لغاية من وصلت عند مرمى محمد بسام لغاية موصلت لحسين الشحات أحلى هدف في المباراة عايزة أقول لسيراميكا هارد لك النهاردة عملوا أداء رائع 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 في الشوت الأول وكانوا أحسن من نادي الأهلي في الشوت الأول لكن حكتين النهاردة أصروا على النتيجة الأهداف بتاعتنادي الأهلي جات في توقيتات قاتلة يعني في نهاية الشوت الأول وسيراميكا متفوق وكانت النتيجة واحد واحد وسامة أبو عالي بيجيب الجنة الثاني الشوت الأول بيخلص مع بداية الشوت الثاني وسامة أبو عالي بيجيب الهدف الثالث في أول 11 ثانية فالمبراء في نهاية الشوت الأول وبداية الشوت الثاني ده خلي بالكو بقول لك يعني عايز أقول لكو إيه هو عدم تركيز من فريق سيراميكا وتركيز شديد قوي من نادي الأهلي دايما المدربين يقول لك إيه خلي بالك دايما في بداية الشوت وفي نهاية الشوت بداية الشوت الثاني ونهاية الشوت الثاني الدقيق القاتلة دي بيبقى ما فيهاش تركيز يعني الأهلي نهاردة سجل الجون التاني في آخر دقيقة في الشروط الأول وسجل الهدف الثالث في أول 11 ثانية في الشروط الثاني الهدفين دول فرق وخلصوا الماتش رغم أن السيراميكا مخلص الشروط الأول أداء أحسن من الأهل فهارد لك لفريق السيراميكا النادي الأهلي نهارده اشتغل كويس جدا خصوصا تغييرات كولر في الشروط الثاني اللي جابت السيطرة والاستحواز للنادي الأهلي النهارده تركيز لعبة الأهلي رائع جدا رغم أن هما ما كانوش أداءهم كويس في الشروط الأول لكن كانوا مركزين يعني لما فرقة تنزل الشروط الثاني وتجيب جون في أول 11 ثانية ده بيبين أن هما نزلين بين الشروطين من أول ثانية مركزين من السنطرة سنطروا خدوا كرة جابوا الجون الثالث 11 ثانية فده بيبين قد إيه دي الفرقة الكبيرة بقى لما بيمركزين إزاي يقدر يخلص المباراة بعد يخلص المباراة فتحت بعد كده وأصبحت لصالح النادي الأهلي